اشتركوا في القناة فياما يطلع صورة ويها ياما يطلع صورة ويها ذاك الريال اللي بعدها ذاك ويها ما يحتاج شطولة شوفوها حاط يدي على تشتفلوين حاط يدي على تشتفلوخ نصرها لو بنصرها هناك رشي حلال لبناتية ربينة المثليين 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 بواردة بمشمومة بوجيل والإباحة الجنسية شفتوه يد على تشتفلو لا شيلها خلنا نروح أحط لكم صورات واحد ثانية نحن بعد فضيحة ثانية قبل شمين يوم قرأينا في الجرائد المحلية خبر ونص الخبر يقول خلنا لبس النظارة الثانية عشان ما نغلط رئيس النيابة الكلية في المنام بالنيابة العامة يقول إنه أجروا تحقيقاتهم في موضوع حادث الحرق اللي تم في السكن في المخارقة المخارقة اللي راحوا فيه أكثر من خمسة وعشرين ضحية من أو أكثر ما تذكر الرقم الحقيقة وراحوا كلهم ماتوا غير اللي احترقوا غير اللي تعوروا بسبب سكن غير صالح لسكنة الأيدي العاملة أو العمال أو البشر تم التحقيق فيه ألقوا القفض على بعض المسؤولين عن هذا المبنى السكني اتضح بأن هناك شخص كان يشتغل في البلدية وأعد تقرير كان التقرير يقول عدوا المفتشين وقدموا له كان التقرير يقول عقب ما مسحوا هذه المكان هي قبل الحادث بسنين يمكن بسنة ونوص قالوا له هذه ترى ما يصلح لسكن العمال قدموا له انتابهوا حق الشخص معايا وحدة وحدة خذ ذي الشخص سئلوا عن رأسها قال أنا عطيتها المسؤول العود قالوا له مشكوري زاك الله خير الريال خاشة ما قدم التقرير وقدم تقريرا مزيفا يقول بأن السكن يصلح للعمال وللسكن شال التقرير اللي سووه المسح وخش في الدرج وطلع كتب تقرير وقدمه لرئيسه من هو هذا الشخص؟ هذا الشخص هو عبدالإله المحوزي حط صورته حط عكسه هذه اللي تشوفونه يطلع في قناة العالم وقناة المنار وقناة الشنار وقناة المسار وقناة الكوثر ويسب في البحرين ويتكلم عن الفساد والإفساد وضرورة محاكمة المفسدين والفاسدين وبيطهر البحرين عن الفساد وهو فاسد ليش خشيت التقرير يا عبدالإله خلي خل صورته وأنا تحجي ليش خشيت التقرير يا عبدالإله المحوزي يا اللي شرت من البحرين وطلعت ورحت بيروت قعدت عند بوداتش حقوقي الحين ناشط حقوقي مقدم نفسه ويتكلم عن الفساد والإفساد وعن محاكمة المفسدين أنت نتفت عمارة مكسرة ما آمنوك عليها على بيستين خشيت التقرير أنا آمنك على مستقبل وطن على ثروة وطن على ثروة أجيال على ثروة أبنائي وأبناء أبنائي آمنك على البحرين والله خرطي تعال كان فيك خير وكان تريال وكان فمك خير مثل ما نقول وادخل هني البحرين وتقبل المحاكمة وإذا حكمت عليك المحاكمة أن أنت بريء بقول أنا في هذا البرنامج أنا غلطان وعبدالإله بريء لكنك أنت ما بتيي يا عبدالإله يا محوزي يا محارب الفساد في العالم وأنت أكبر المفسدين على بيستين خشيت التقرير داخل درجك عافية عليك شعطوك شان بخششوك عيال بوچر أنت لو وصلت لنا بعد هنا وزير ومن يدري بالدنيا على الولي الفقيحة بالعيون من كاشرة وصلت لنا أنت وزير أقول لك أننا بتبوغي والله بتفلس البحرين في يومين أنت من صوب وعباس بصفوان وجوادون أقول على البحرين السلام حط لي فاصل